السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 22 نيسان ايبريل القمر اليوم موجود في برج الميزان طبعا رح يضل لغاية الساعة ثلاثة وتسعة عشر دقيقة من عصر يوم الغد الثلاثة لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب القمر الان موجود في منزلة الغفر وهي منزلة الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة خمسة وست دقائق من صباح يوم الاثنين اللي هو اليوم لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل والقمر بما انه موجود في برج الميزان معناته اليوم هو افضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفي للعلاقة مع الحبيب او لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين اكثر اجتماعيا ومن ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحين بين العشاق ولكن الغيرة معني ممكن انها تلعب دور في علاقة جديدة او علاقة فيها بعض التوتر عشان هيك معني بتكون ديروا بالكم من الغيرة والشك خلال هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية يمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة ترتيب او تزين او ديكور المنزل او المكتب او شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 وتسع دقائق ظهرا بتوقيت جرينيج بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هي مصدر للتوتر خصوصا للاشخاص اللي بكونوا متعبين من الضغط والاحمال فممكن يتعرضوا لبعض الحوادث لانه ما منحسن التحكم لا بافكارنا ولا بكلامنا ولا بذاكرتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و23 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج اكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية ما انه ممكن يتجهل التنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب او بتكون عنا بعض الرغبات اللي ممكن تأدي فينا لخيبات امل وخصوصا على المستوى العاطفي بتكون تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لانه ممكن تأذو فيها الاخرين دون ان تشعروا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر يعني رح يبدأ الساعة 11 و23 دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة 3 و19 دقيقة من عصر يوم الغد الثلاثاء بتوقيت جرينيج هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم ان نعمل عمليات جراحية كبرى لا الها طبعا انا ما بنصح بالعمليات الجراحية اجمالا الا اذا كانت اضطرارية بهاي الفترة لانه احنا بمرحلة اللي هي اكتمال القمر بدر وهي المرحلة دائما يعني بتسبب نوع من انواع النزف او ميوع بالدم فعشان هيك ما بننصح فيها بالنسبة للعضاء الاكثر حساسية اللي هي الكلا والحالب المثانة البولية الاوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس والانسلين واسفل الظهر والزايد الدودية وبما اننا ذكرنا ان الجلد كعضل اللمس هو اكثر حساسية معناته يعني الامور اللي تتعلق بالتجميل برضو ما مننصح فيها بالفترة هاي لا حق ولا جراحة ايضا لا يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر حتى بالطرق التقليدية ممكن انه يعمل مثل الالتهابات الجلدية فعشان هيك ما بننصح فيها يصلح لقص الشعر التجميلي ولكنه ايضا لا يصلح للصبغ لانه مواد كيموية يصلح للحنة وايضا لا يصلح للقص العلاجي هاي الفترة طبعا بما انه اكتمال قمر معناته فترة ممتازة للاشخاص اللي بيحبوا يعملوا حجامة بالنسبة للقمر طبعا ذكرنا خلو المسار عمر القمر اليوم المكتمل عمره 14 يوم في تمام الساعة 2.57 دقيقة بعد الظهر بيصير 15 يوم نسبة الإضاءة 100% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيدة بالنسبة 15% القمر في الميزان حتى يوم 23 اليوم كله منتحسة بنسبة 40% عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحمل حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 30 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 25 منتحس بنسبة 25% زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم القمر موجود مقابلكم تماما فهو بيعزز الأمور اللي تتعلق بالشراكة ولكن بالمقابل هو بيسحب من طاقتكم وبيخلي فيه نوع من أنواع العصبية والتوتر فعشان هيك بتكون تحذروا الخلافات ما الضخم الأمور لشوي بتبدو مرهفين الإحساس ومتوترين بسبب قلق ما فحاذروا إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجكم متقلب وعصبيين وهذا الشيء بثير النفور من اللي حواليك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم القمر موجود في البيت السادس يعني بيبدأ العمل بتراكم لديكم بتكونوا تنتبهوا لصحتكم بتكونوا منظمين تحسنوا إدارة أعمالكم وبرضو بتكونوا تحذروا من الجدال مع المعاونين ومع زملائكم بالعمل وما تهموا صحتكم حاول إنك ما تأجل أعمالك وما تلتي بأمور ما في منها فائدة لأنه اليوم سهل جدا يتراكم عندك عمل أو يصير عندك بعض الأخطاء وحاول إنك تضغط على نفسك عشان تنجز أعمالك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية لأنه عملية تقليل العمل يعني تراكم وبكرة القمر رح يكون موجود مقابلك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم تأثير القمر إيجابي عليك ولكن تراجع عطارد هو اللي بيخليك تفرض رأيك أو ما في طريق التواصل ما بينك وبين الأحبة ممكن يفهموك بطريقة معاكسة تماما فعشان هيك بدك تضبط أعصابك وتكون حكيم ومرن بطريقة التعامل بتشعر بالأمان والارتياح بتغمرك العواطف الجياشة واليوم انت جريء باستطعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك هاي فترة مميزة لهاي الأمور فعشان هيك حاول انك تستغلها للتقرب من الأحبة من الأبناء ممارسة هواية اشي بتحبو لأنه فترة ممتازة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتفضله التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بما أنه القمر موجود في البيت الرابع معناته اليوم كله إلو علاقة بالعائلة أو بالبيت أو مسائل عائلية داك تكون عنصر إيجابي حاول انك ما تسبب النفور للأشخاص اللي انت بتتعامل معهم أو مع الأهل أو تستفزهم أو تكون عصبي أو حاد بطباعك حاول انك تتفهم الآخرين وابقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع ممكن تشكو من تأخير في المعاملات والالتزامات أو ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الأعطال المنزلية اللي يعني شوي تستفزك في ضبط العصاب مطلوب برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات والتجارة والدراسة والأمور اللي تتعلق بالسيارات أو تتعلق بالإلكترونيات اليوم النشاط عالي جدا بما أنه القمر موجود في البيت الثالث ولكن حاول أنك تتكلم بهدوء وتكون واضح تفادي لأي التباس محتملا وسهل جدا أي شخص يفهمك بطريقة خاطئة وسهل جدا أي شخص يستفزك هاي الفترة فيها نوع من أنواع الامتحانات لا إلك ممكن تكون ناجحة أو تكون في مفاوضات جريئة ومثمرة عندك كثير من النشاط والحركة والتنقلات حاول أنك اليوم تنجز كل الأمور لأنها فترة مميزة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم التركيز على الأمور المالية صحيح أنه في بعض المكاسب المالية اللي ممكن أنها تيجي من عمل إضافي مستردات، هبات، دعم ولكن يعني بظل في تحذير أنه تضبطوا ميزانيتكم حاولوا قدر الإمكان أنه تقللوا من المصريف تنتبهوا من النصابين والمحتالين ممكن شوي بعض الأشخاص يحتاجوا لنوع من أنواع الدعم المالي أو يحتاجوا دعمك خاصة حاول أنه قدر الإمكان تنتبه من النصابين والمحتالين نظم أقصاتك وديونك ولا تستخف بالفواتير الصغيرة وحاذر من المصاريف الاستشفائية أيضا بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم، على مظهركم، على نفسيتكم تجدوا حلول لمشاكلكم بتكون مقدام تنطلق من جديد بتقدر تصحع أقطائك برضو بتتغير نظرتك للحياة ممكن تحضر لتغيير نمط معين في أسلوبك أو تغيير طريقة أسلوبك أو تفكيرك أو تتراجع عن قرار بدك تكون متفائل وسعيد اليوم لأنه اليوم ممكن يجيك خبر كنت بتنتظره أو تسمع خبر يعني يكون مفاجئ بالنسبة لإلك أيضا هاي فترة ممتازة لأنه حتى على المستوى العاطفي لأنك انت ملفت للانتباه للجنس الآخر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتكون تنتبهوا لصحتكم خلال هذا اليوم القمر موجود في بيت المتاعب لآخر يوم طبعا لغاية بكرة العصر لا ينتقل لعنكم فعشان هيك أهم شيء أنك تنتبه لصحتك وحاول أنك ممكن تضبط عصابك ما تتخذ قرارات حاسمة لأنه ممكن تجد نفسك في موقف صعب كون حذر وحكيم أثناء الحوار والنقاش والقرارات حاذر الكلام السيء حاذر من زي ما حكينا التراجع الصحي لأنها فترة هاي نعتبرها فترة فاشلة ومخيبة ومن أصعب عياب الشهر حاول تتحملها لأنه القمر زي ما حكينا في بيت المتاعب لغاية يوم الغد العصر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بدك تحاول أنك تنجز كل الأعمال الاجتماعية الضرورية والمهمة لأنه ابتداء من الغد عصرا القمر رح يوصل لبيت متاعبك فعشان هيك اليوم ممكن تلتقوا لأصدقاء ممكن يتوجه الكدعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من اتصال حتى بدك تحاول تستغل علاقاتك الاجتماعية قدر الإمكان معارفك لأنه ممكن من خلالهم تنجز بعض الأمور ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم بدك تكون عند حسن الظن تجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم مصالحكم الاجتماعية القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك إذا ركزت بشكل جيد اليوم ممكن يكون في نوع من أنواع الإطراء أو الثناء على جهودك ولكن إذا قصرت أو أسأت بمعناته رح تكون ملام ابتفرح لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح هذه فترة ممتازة لتقديم طلبات العمل وبرضو بتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة أو ممكن تتلقى إشارة إيجابية يعني فترة مناسبة جدا بالنسبة لك إذا استغلتها بشكل إيجابي ولكن بدون مغامرات أو مجازفات أو مخالفة للقوانين برج الدلو بالنسبة للموليد برج الدلو طبعا بتنشغله اليوم بمسائل تتعلق بالسفر بالهجرة أوراق معاملات اتصالات بعيدة اتصالات مع أشخاص قارج البلاد الأجواء اليوم أفضل من يوم أمز اليوم القمر استقر بالبيت التاسع بشكل كامل بفتح مجالات حتى على المستوى الدراسي والتعليم والتواصل دورات تعليمية نقاشات وحوارات إلها علاقة بالفلسفة بالدين كلها هاي مجالات قوية حتى الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجالات الاستراد والتصدير حاول أنك تطلب رأي شريك قبل التمسك بقرارك يعني ممكن تنشغل بمسائل مالية أو هموم صحية عائلية باستطاعتك بعث موضوع قرض أو تمويل أيضا وحاول أنك ما تهمل التفاصيل برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا اليوم التركيز كله على الأموال المشتركة القمر موجود في البيت الثامن يعني رح يكون على بنك ضريبة تأمين فوتير مال الزوج الزوجة هاي كلها اسمها أموال مشتركة فعشان هيك نظم أمورك المالية استغل الفوترة أو التقصيط أو الأشياء اللي زي هيك وحاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محلو لأي كان ممكن تواجه خصم أو يعني حد يستفزك أهم شي إنك تنتبه من النصابيين والمحتاليين ممكن تطالب بحقوق ليلك أو أموال بتعود لك أو تحصل على حق ليلك أهم شي إنك ما تخالف القوانين عشان لا تدن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر